اهلا بكم وبكل محبين ومتابعين قناة النادي الاهلي في حلقة جديدة من برنامجكم الاهلي خطة احمر اهلا بك وسامة اهلا بك فارس واهلا بمشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان واهلا بجماهير اعظم نادي في الكون شاء من شاء وابا من ابا الحلوة والمرة معاه القصة من الشعار مش بنقول ده او بنردده كمجرد كلام جمهور النادي الاهلي هو بجد اللي هيقرأ التاريخ هيعرف انه اكتر جمهور كان مع فريقه في كل اوقات الازمات وفي كل وقت كان النادي الاهلي محتاج جمهوره فيه مش كده وبس جمهور النادي الاهلي عمره ما كان الجمهور اللي رئيس لنادي منافس اتكلم انه هو اشبه بفكرة الخلايا النائمة اللي بتظهر وقت البطولات بس مش هو الجمهور اللي لاعبين في ناديه تحدثوا عن ارتداء الجمهور لتشرت الفريق وقت الفوز والبطولات بس جمهور النادي الاهلي عمره عمره ما تخلى عن تشرت النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو اللي عارف اللحظات دي كويس دوره فيها ايه مش معنى كده انه ما فيش اخطاء او ما فيش سلبيات اللي بيفكر بالطريقة دي هو اكتر حد ما بيحبش النادي الاهلي اكيد فيه اخطاء واكيد فيه سلبيات بس وحنا بنتكلم عنها ما ينفعش نسمح لاي حد انه يزيف تاريخنا او يزيف من الواقع جمهور النادي الاهلي حيفضل معنا دي مساند لي وعايز اقول ان تفوق النادي الاهلي هو القعدة وتفوق المنافس هو الاستثناء والاستثناء لما يحصل مش معناه ابدا ان القعدة لن تعود الى طريقها في التفوق حابب اتكلم كمان في حاجة تانية سيرجي راموس قائد ريال مدريد كان له مقولة مهمة جدا قال فيها كرة القدم تتغير بين لحظات من حقهم وعليهم ان يفرحوا ويستمتعوا بتلك اللحظة لانها لن تدوم طويلا اهلا بك يا احمد مرد اهلا بك فارس واهلا بجمهير النادي الاهلي ارفع راسك فوق انت اهلاوي انا بس نقطة فارس قالها فكرة ان القعدة هي تفوق النادي الاهلي والاستثناء هي تفوق المنافس اسمح لابدلك القعدة دي واقول القعدة هي تفوق النادي الاهلي والاستثناء هو اخفاق النادي الاهلي النادي الاهلي مبارح برقلات الترجيح وبرقلات الحظ الترجحية بيخسر مباراة 90 دقيقة كان هو الفريق الافضل هو الفريق المستحوز هو الفريق اللي هو اكتر محاولات على المرمى صحيح ما كانش التوفيق حالفنا اننا نسجل اهداف ولكن في النهاية البطولة ذهبت برقلات الترجيح وطبعا لما بنوصل لرقلات الترجيح ممكن أي فريق يتفوق على فريق أكيد برضو لازم ننبوه أن النادي الأهلي بيخسر كتير برقلات الترجيح ولازم ناخد بالنا من النقط دي ودي السلبيات اللي ممكن نتكلم عنها وخلال برضو فقرة أونس بطة نتكلم عن سلبيات كتير لكن لازم كلنا في ظهر النادي الأهلي عندنا مباريات مقبلة مهمة جدا والنادي الأهلي الحقيقي دلوقتي بيتشكل من يناير 2019 أنا مش عايز الجمهور يقلق من حقك تزعل ومن حقنا كلنا نزعل لأن احنا تعودنا على الانتصارات في النادي الأهلي لكن كل فترة بيمر بيها النادي الأهلي بعد جيل زهبي بتكون في مرحلة انتقالية سواء من أول الستينيات ومن أول 48 بداية الدور لحد 61 جينا خمس سنين العيبة الكبار كبروا في السن وكان في مرحلة انتقالية صعبة جدا خسرنا كل البطولات في الخمس سنين دول لكن مع عودة السبعينات عملنا جيل التلامزة ومع انضوجه في الثمانينات اكتسحنا أفريقيا بمعنى الكلمة 8 سنين و4 بنلعب قبل نهائم حقاقين بطولات ساهمت كتير جدا أننا نكون لقب نادي القرن ولكن طبيعة كرة القدم من 89 ل93 برضو كانت مرحلة انتقالية صعبة عشناها ومن 93 عودة تيور المهاجرة حسام وابراهيم حسن واكتساح محلي ولولا عدم مشاركاتنا الافريقية كان هيكون ايضا اكتساح افريقي ولكن مع 2000 ل2004 مرينا بنفس فترة الاحلال والتجديد أنا أكاد أجزم أن من 2004 حتى الآن وبعد اعتزال جيل تريكا وأساطير زي بركاته عماد متعب وفلافي وجمع وحضر ومش عايز انسى ناس كتير كان عندنا ممكن نمر بأزمة هي حقيقة الأزمة مرينا بها المرة دي أفريقيا لكن محليا مازال وانت بتعمل احلال وتجديد انت المسيطر محليا انت الاقوى محليا انت الاعلى فنيا على اي حد فمش عايز ان اليأس ياخد جماهير نادي الاهلي ونروح لسكة تانية خالص احنا بدأنا من يناير 2019 بالصفقات قوية اعتقد مفيش لعب في الدوري المحلي أفضل من اللعيب المحليين اللي احنا اللي جوه النادي الاهلي بس التوفيق يكون معنا ومعليش لازم نكون دافع وزي ما قلنا على المرة والحلوة معاه عشان نتخطى مرحلة سان داونز وان شاء الله ان شاء الله تكون الاميرة الافريقية اقل اعتذار عن اي اخفاق سمح للبعض ان يتطاول على كبير القرى المصرية والافريقية النادي الاهلي وعشان كده احمد بنأكد ان اللاعبين عليهم مسئولية مختلفة تماما وبجد حابب اتكلم ان جمهور النادي الاهلي لازم ياخد حقه احيانا البعض يتحدث عن حماس جمهور الاهلي او رغبته دايما ان هو يشوف فريقه في افضل مكان بس الجمهور دا لازم فعلا للمرة التانية وللمرة المليون ياخد حقه جمهور النادي الاهلي في كل المواقف لازم بيساند ولازم بيكون واقف غضبنا نوجهه بشكل صح مش هنتجاوز اي اخطاء ونعمل انها مش موجودة بس مش معنى كده ان احنا نرجع لنقطة الصفر وزي ما قلتلك وزي ما راموس قال لن تدوم طويلا